قالت مقررة لجنة القضية السكانية بالمحور المجتمعي للحوار الوطني نبي نعبيد قالت إن الدولة تبزل جهودها لحل المشكلة السكانية مؤكدة طرورة الإصلاح الهيكلي لملف السكان جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة الأولى للجنة التي عقدت تحت عنوان الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية مشارة إلى أن الجلسة تناقش الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمشكلة السكانية وسبب تذذب الهرم السكاني وقضايا الطفولة وفي سياق متصل بالحوار الوطني أكد المشاركون بجلسة لجنة التعليم بالحوار الوطني ضرورة وجود جهة منظمة لسياسات تطوير التعليم مقترحين إنشاء هيئة عليا للتعليم والتدريب